اشتركوا في القناة فكل هذا رح نعرفه في فيديو اليوم يا شباب فقبل ما نبدأ بالمقطع لا تنسوا لايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولاتس جو يالله نبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حرفيا تتعدل على الشخصية بمزاجك وتقدر تضبطها زي ما تبغى وطبعا يا شباب لو ضغطوا على علامة البيت اللي موجودة هنا زي ما تشوفون في تصميمات هنا مرة مشهورة اللاعبين جدا كثيرين زي ما تشوفون هنا عندنا كتشينغ وتاو هذا التصميم اقسم بالله مرة اسطوري حق ايتاتش يشوفوا شكله كيف وربي ضابطه صح فزي ما تشوفين لشباب تصميمات مرة كثيرة وحرفين اللاعبين صمموا شخصيات افضل حتى من الشخصيات اللي صممتها اللعبة اوكي الكيدة الان رح تسأل ايش الفكرة الاساسية من اللعبة واش لازم تسوي الفكرة الاساسية من اللعبة يا شباب انكم تجمعون افضل الاسلحة للشخصيات زي ما تشوفون يا شباب انه الاسلحة هذه للشخصيات العليمين لما تحصل الشخصية رح يجي معاها السلاح حقها وتقدر تحطها لأي شخصية ثانية علشان تكون الفكرة اوضح تخيل مثلا انت في لعبة قنشن طلعلك شاو وجامع سلاح الرمح الخاص فيه فحرفيا تقدر تشيل الرمح الخاص بشاو تحطه على تشيتي وبعدها تشيتي تقدر تكذا تتلبس قناع الون وتسوي بلونج اتاك على الاداة وتدعسهم دعس هنا نفس الشي بالضبط زي ما تشوفون يا شباب انه هذا السلاح الرمح اللي جاهز استخدمه هو اصلا جامع هذه الشخصية لما حصلتها فانا جهزته على شخصيتي الاساسية وزي ما تشوفون لو اطلع هنا اقدر استخدم سلاح الرمح واقدر برضو استخدم المهارات الخاصة فيه فهذه فكرة اللعبة تقدر تحط اي سلاحة لأي شخصية تبغاها ولو تسأل ايش الفائدة من هذه الشخصيات بعد ما تحصل السلاح حقها حرفيا الفائدة الوحيدة منها هي مجرد اسكنات يعني مثلا تقدر تاخذ اي شخصية من هذه الشخصيات وتستخدمها كسكن ولكن صراحة انا راح اضل على الرجول الخاص فيه وزونجلي صراحة التصميم مرة اسطورة اللي صمم وربي مرة فخم فايب زي كذا الفكرة بانك تحط اي سلاح تبغاها على اي شخصية تبغاها فبعد ما تجمعون الاسلحة يا شباب راح يكون عندكم هذا العداد اللي اسمه الجي سي هذا العداد هو اهم شي موجود في اللعبة ما يهم ايش نوع الاسلحة اللي معاك ما يهم ايش نوع الشخصيات اللي معاك هذا العداد هو اللي حدد قوتك في اللعبة تتذكرون في دراجون بول لما يساون كذا سكان للشخص بالجهاز يقول هذا قوة 4000 وزي كذا زي هنا بالضبط فمثلا يا شباب لما تدخلون على دومين او تروح تقاتل بوس يقول لك قوة هذا البوس هي 5000 فانا لو رحت له الان وقوة 1700 راح يلطمني تلطيم وفي برضو شي ثاني يا شباب اللي هو زي ما هتشوفون هذه اللي اسمها تشيبس او الشرايح هذه حرب فيا تعتبر نفس الارتفاكت اللي موجودة في قنشن بس الفرق هنا زي ما هتشوفون يقول لك لما تحط منها ثلاث قطع للسلاح فرح تتفعل الباس في حقتها وكل تشيبس تختلف وحتى فيه تشيبس او ارتفاكت خمس نجوم تحصلها تجمع الشخصية مثلا فيه تشيبس خاصة بس للشخصية هذه اللي تستخدم رمح هذه اللي تشوفونها قدامكم فيه تشيبس خاصة فيها مثلا تقول لك تزيد لك ضررك وزي كذا فهذه الفكرة يا شباب بانك كذا عندك اكثر من شخصية وكل شخصية لها تشيبس خاص فيها وسلاح خاص فيها فصراحة يا شباب ذا شي مرة رهيب وذا شي حفزني اني فعلا اروح لفل الشخصيات ولفل السلاح حقها علشان ارفع مستوقوتي وزي ما تشوفون يا شباب يعني ما شاء الله يا كمية الاسلحة اللي موجودة والتنوع القسطور اللي فيها عندك هذا السلاح بو عندك هذا السلاح منجل عندك هذا مدفع شدقا ذي من ارهب الشخصيات اللي في اللعبة عندك هذه مطرقة تهبت فيها لعداء عندك هذا كلايمر لهذه الملكة الثلجية وعندك برضو وهذا الرمح وعندك سيف واسلحة جدا كثيرة حاطيلك من شار حرفيا هذه الشخصية قوية مرة ترمي كذا عندك مناشير وهذه الشخصية يتحول على آله ويبدأ يلطن بالاعداء اللي قدامه صراحة تنوع الشخصيات الجدا رهيب في اللعبة يخليك فعلا تتحمسله وفيه برضو هذه الشخصية تستخدم كتاب وتطلع كذا عمدان من تحت الارض وكي هذه مسدسات فيه مسدسات هنا وهنا عندك دروع فتنوع الرهيب بالاسلحة اللي موجودة في اللعبة وهذه لسه بيت يعني اللعبة لسه ما أصدرت عالميا فيها تنوع جدا كبير واسطوري في الاسلحة لو تشوفون عندنا القوام يا شباب رح أشرح لكم مهم وحدة فيها هذه اللي عليها نقطة حمرة اللي كنت فيها قبل شوية حاقة التجهيزات عندنا هذين مثلثة ممكن يعتبرون البعضة همشي في اللعبة اللي هي البنارات البنارات هنا يا شباب مختلفة عن قنشن شايفين هذا العداد يا شباب اللي هو من أصوى الثمانين هذا هو البتي أنا ولو فتحتها الآن وطلع لشخصية خمس نجوم البتي ما رح يترست رح يظل البتي ثابت إلي أن ما أوصل لثمانين وبرضو رح تطلع لشخصية خمس نجوم مضمونة ورح يترست بعدها العداد شي جدا أسطوري أنا متأكد أنه هذا الشي بس رح يخلي كل لعبين قنشن وأغلبيتهم يروحون لهذه اللعبة ويسحبون على قنشن لأنه صراحة قنشن يذلونك ذل علشان تجيب الشخصيات وفي عندكم نوعين من هذا البنر يا شباب زي ما تشوفون هذا يحتاجوا الشات الذهبية وأما هذا البنر يا شباب فهو حرفيا ما في بتي تفتح كذا أنت وحظك وممكن مثلا تفتح بس اثنين واشو تطلع لك واحدة من هذه الشخصيات الخمس نجوم فهذا البنر يا شباب ما في بتي ولكن تقدرون تفتحون البوكيجات اللي بيه بشكل مرة سهل لأنه هذه الكرات البنفسجية تحصلونها بشكل مرة سريع بالعالم يعني تقريبا نفس الارتفاكتات اللي تحصلونها من الصناديك في قنشن هنا نفس الشي فرح تجمعون وشات بشكل مرة سريع يعني من هذا البنر وانت وحظك اي شخصية تفتحها تطلع لك واللي فهمتوا يا شباب انه الشخصيات المؤقتة اللي تنزل مثل هذه الشخصية شباب زي ما تشوفون يقولك رح تروح بيوم 24 هذه الشخصيات لما تنتهي رح تروح الى هذا البنر الدائم هذا يعني انه عندك فرصة انك تجيب الشخصية حتى لو راحت عليك من هذا البنر شي مرة خرافية مميزات كلها تخليك حرفيا تسحب على قنشن وتجي هنا تلعب هذه اللعبة الرهيبة وزي ما تشوفون يا شباب هذا هو البنر الخاص بالارتفاكت او التشيبس ولكن الحلو فيه انه البت الخاص فيه 40 فهذه التشيبسات يا شباب اللي فهمت لو حطيته على الشخصية الشخصية حكتك رح تحول الى سوبر سيان دمجك رح يزيد بشكل مرة مرعب فهذه حرفيا لو تحط على الشخصية نفس الارتفاكت رح تزيدك القوة بشكل مرة كبير فنفترضي عزيز المشاهد انك تبغى تجيب هذه الشخصية والسلاح حقه هذا الخرافي وراحت عليك فراحت هنا تفتح في البنر الدائم وما طلعت لك برضه فيه شي جدا خرافي انك تجي هنا فزي ما تشوفون يا شباب هنا انه هذا السلاح الخمس نجوم موجود بس ما عرف ليه مقفل الان المهم يا شباب يقدرون تشترونه بمية وعشرين من هذه القطع اللي موجودة فوق هذا القطع رح تحصله فيه كل مرة تفتح فيها باكيجات او وشات بالضبط نفسه في قنشن يعني حرفيا تقدر تشتري شخصية خمس نجوم او ماي قاد ذا شي مرة خرافي هذا يعني انه فيه طرق جدا كثيرة تقدر تحصل فيه شخصية خمس نجوم ومو بس هذا يا شباب حرفيا فيه بوسات تقاتلهم في العالم وممكن يطيح لك شخصية وسلاح خمس نجوم او ماي قاد حرفيا المكان هذاك الخاص بالبوسات انا رح كذا سوي عنده وبيت رح اسوي خيمة هناك اجلس كذا كل يوم اروح افرم فيه خشم وتفريمي لان مايطيح لي سلاح خمس نجوم ولكن للأسف يا شباب حتى اللعبة هنا فيها ريزن فيها 180 ريزن حاليا لانها بيتها اكيد رح يزيدونها لما تصدر بشكل عالمي ولكن ما علينا هذا يعني بانه البوسات فيه نسبة صحيح قليلة بس فيه نسبة انه يطيح لك سلاح خمس نجوم شي مرة خرافي صراحة والان نجي للشي المميز في اللعبة اللي ابدا مو موجود في قنشن عندنا هنا زي ما تشوفون المركبات فيه مركبات جدا كثيرة في هنا عندك احصان في هنا عندك كفر طاير في هنا عندك موتور كلاسيكا ومدلش يسمونه عندك نعامة معرف ليه حاطين نعامة هنا عندك هذا التوكتوكا واليابان اللي يطلع في الانيميات جمل جمل آلي حرفيا فيه جمل آلي موجود في اللعبة لانه فيه منطقة صحراوية فذا شي مرة خرافي ليه اللعبة ما نزلوا هذا الشي من زمان يعني شوفوا كيف يا شباب مثلا عندي مهمة بهذاك المكان ما يحتاجه روح امشي كذا ساعتين وزي ما تشوفون حتى للسمنة ما تخلص تضغط هنا على هذه العلامة طلعي لدباب وشوف حتى الدباب مرة سرية تقدر تقطع فيه مسافات جدا طويلة في اللعبة فهذا الشي حفزك بانك تستكشف العالم اكثر وتشوف اش الاشياء الموجودة فيه طبعا يا شباب لو شايفين الان انه الجرافيكس بيض لانه الصراحة حاط الاعدادات اقل شي لانه جالس السجل واللعب على الجوال مرة ثقيلة الى الان ما خلصه وتطوير حقها فلهذا السبب عنه منزل الجرافيكس وكي يا شباب خلونا الان نتكلم عن المهمات والاشياء تسويها بالعالم عندكم هذه يا شباب اللي هي اشبه بالمهمات اليومية هذه هي المهمات يا شباب اللي تحتاج ريزن وتفرمون فيها بالدومينات زي ما تشوفون فوق ريزن 180 عندك هذه الدومينات الخاصة بالدروع عندك هذه يا شباب اللي هي يقول لك التيرس او مدري ايش هذه حرفيا نفس الابس يكون عندك وقت معين علشان تقتل وحوش صراحة الاشياء ذي مرة كثيرة و الان ما افتحتها وتعمقت فيها وافضل شي يا شباب اللي هو هذا القسم زي ما تشوفون عندك هذه تحديات الرياح البيض الموجودة في جنشن صراحة ما احبها ابدا وعندكم هذا الشي الثاني اللي اتوقع هو المقاتلات بالدومينات تكون كذا على ثلاث خانات والشي الثالث اللي موجود هنا يا شباب هذا اللي اسمه ابكس ليك هذا بي في بي اللعبة فيها بي في بي تقدر تتقاتل مع لعبين ثانين وتلطمهم وكذا تفرشهم فرش لو حصلت شخصيات قوية فصراحة انا شوف انه هذا الشي رح يعطي عمر مرة كبير للعبة وزيادة على هذا افضل اكثر شي ما تحمس له في اللعبة يا شباب اللي هو الريد هذا تشوفون يا شباب اللي يفتح بلفل خمسة وستين اذا ما كنت تعرف ايش الريد فتتذكرون في لعبة ديستيني بانك كذا تدخل مع ثمان اشخاص تسوون شي معين تحلون الغاز تلطمون وحوش واخر شي تكتلون البوس وتحصلون جوائز فالريدات يا شباب شي جدا ممتع تدخل كذا مع اخويك تلطمون الوحوش تحلون الغاز وزي ما تشوفون يا شباب من الجوائز اللي هي هذي اللي اتوقع الوشات حق الشخصيات الخمس نجوم فشي مرة خرافي في عندك اكثر من طريقة بانك تجيب شخصية خمس نجوم وطرق ممتعة زي ما تشوفون هنا ما يطلب منك ريزن في هذه التحديات بس هذه التحديات اللي هي حق التفريم الشخصيات زي ما تشوفون في كل مرة تلفل بهذا العالم تأطيك كذا جوائز وهذه الشرائح يا شباب لما تقتل بس يطلع لك جائزة كذا زي الصندوق لازم تستخدم هذه الشريحة لشان تفتحه طبعا لو كان الصندوق بنفسجي رح تفتحه بشريحة بنفسجية اللي هي اربع نجوم ولو كان البس كذا عادي رح تفتحه بهذه الشريحة اللي هي الثلاث نجوم اللونها ازرق ولو كنت محظوظة طاحلك خمس نجوم فرح تفتحه بهذه الشريحة وكي لا مو هذه هذه الشريحة اللي كذا خمس نجوم فممكن يطلع لك حرفيا سلاح خمس نجوم من البسات فذا اكتر شي متحمس له صراحة في اللعبة وفي شي ثاني يا شباب زي ما تشوفون هذه اللي هي الادوات زي ما تشوفون هنا عندنا هذا الجيت باك اللي يخليك كذا تطير بالهواء دقيقة خلونا اشغلو لكم الفيديو علشان تشوفون جيت باك يطيرك بالهواء يوفر عليك جهد بانك تتسلق الاماكن العالي شي مره خرافي هذا يا شباب يطلق صواريخ على الاداء اللي حولك ويدمجهم حس انه في احسن منه اللي هو هذا هذا ارهب شي ضافه في اللعبة حرفيا كذا ينزل كذا صاروخ من فوق بعدين تتحول كذا تلطين في الاعداء بكوس ذا رهيب مرة ذا اقسم بلا متحمس اني اجيبه بشكل مرة كبير وعندكم برضو هذه الاداء اللي تعتبر من افضل الادوات في اللعبة فهذا تخليك تتزلج على الماء او تتزلج في اي مكان تبغى يعني اللي ما عنده اياك في جنشر رح يتكيف هنا الصراحة تقدر تقص مسافات مرة طويلة بالمحيطات فلو تلاحظون انه في اشياء جدا كثيرة ادوات ارتفاكت اسلحة دروع هذه الاشياء يا شباب هي اللي رح تعطي اللعبة عمر جدا طويل وتخليك فعلا تتحمس علشان تلعبها ولو تشوفون يا شباب انه عالم اللعبة مرة مرة كبير كبير بشكل يخوف كبير يخلي لاعبين الجوال يرتجفون انا الى الان ما خلص استكشاف هذه المنطقة الصغيرة وشوف كمية الاشياء اللي موجودة في المنطقة الكبيرة وزيادة على هذا عندك كوكب ثاني او عالم ثاني اللي هو زي ما تشوفون هذا اللونه اصفر هذا العالم حرفيا كله عبارة عن صحراء قاحلة ولكن في شي صراحة فيه مرة رهيب اللي هو كذا مثلث على شكل الاهرامات صاير كذا كله من تكنولوجيا وزجاج صراحة شكله مرة مرة رهيب مرة عجبني تصميمه كذا وشكله هو طاير وفي عالم داخل وطبعا زي ما تشوفون حتى عالم الصحراء جدا كبير وهذا العالم الكبير والمحتوى اللي تشوفون يا شباب واللعبة لسه بيتها اللعبة لسه بالطور التجريبي والى الان ما خلصوه فيها هذه المميزات وطبعا فيه اشياء ثانية جدا كثيرة لسه ما شرحتها يا شباب ان شاء الله رح اخليه فيديوهات ثانية فالسؤال هو يا شباب هل فعلا هذي اللعبة رح تتفوق على Genshin Impact الرأي الشخصي وكشخص لعب Genshin من اول يوم نزلت فيه يب هذي اللعبة بكل تأكيد رح تتفوق على Genshin Impact لانه صراحة المحتوى فيها اكثر من Genshin بكثير فيها اشياء جدا كثيرة تقدر تحصل شخصيات 5 نجون بشكل مرة سريع وسهل اسهل من Genshin نظام البتي احسن من Genshin Genshin ما عندنا بس الابس كل مرة يترست ونرجع نندعس فيه ومرات يكون مرة صعب حتى ما تروح تلعب فيه وبرضو هذي اللعبة يا شباب رح تضيف محتوى زياد على اللي موجود فيها فاتمنى صراحة انه Genshin بعد ما يشوفون هذي اللعبة تتفوق عليهم بانهم يحسنون من نفسهم ويضيفون اشياء جديدة في سوميرو فصراحة يا شباب تعبت من كثر الكلام في فيديوهات ان شاء الله رح نزلها جدا كثير عن هذه اللعبة فعلشان توصلكم كل هذه الفيديوهات اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات مرة متحمس علشان العب اللعبة ومرة متحمس علشان اشرح لكم اياها حرفين رجع للشغف باني ألعاب الار بي جي فبس يا شباب اتمنى ما اكون طولت عليكم وعارف ان الفيديو بيكون مرة طويل فبس كنت نكونوا صلاة نهاية المغضر لا تنسوا لاك والاشتراك وتصالوا على النبي عليه فضل الصلاة والسلام وشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة